من مدحف الطفل في حديقة البدع كانت الانطلاقة انطلاقة مسيرة اجتماعية تحت عنوان المسير الى الصفر لحث الحكومات والمنظمات حول العالم للقضاء التام على الجوع والتحاق جميع الاطفال بالمدارس وتأمين الصحة والتغذية للجميع هكذا اختتمت مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تترأس مجلس امنائها الشيخة موزة بن تناصر حملة تسجيل الاهداف المرافقة لفعاليات كأس العالم والهدفة الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة ان مساعي تحقيق اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة لا بد ان تتواصل في نهائي كأس العالم منتخب الارجنتين وفرنسا يسعيان الى تسجيل الاهداف ونحن مؤسسات وجمعيات وافرادا لا بد ان نسعى الى تحقيق اهداف اخرى يحتاجها كوكبنا بشكل عاجل اهداف التنمية المستدامة كثيرة لكن التركيز كان على قطاع التعليم اعتقد ان هذه لحظة مهمة لان يستثمر الافراد في مجال التعليم بشكل خاص وفيما يتعلق بتسجيل الاهداف اظن ان الهدف الاول لا بد ان يكون في قطاع التعليم على هامش الحملة تعهدت مؤسسة التعليم فوق الجميع مع مؤسسة الجيل المبهر ببناء 27 هيكلا للمدارس المتنقلة من تصميم المهندسة الراحلة زه حديد كمدارس ومراكز طبية وملاجئ طارئة لمجتمعات اللاجئين والنازحين في سوريا وتركيا واليمن كجزء من ارث المونديال التعليم فوق الجميع مؤسسة تتقدم بخطة ثابتة لمنح ملايين الاطفال حق التعليم في الدول الفقيرة وتلك التي تعاني من النزاعات فالاطفال هم المستقبل وتعليم الاطفال يعني مستقبلا افضل للعالم علي رباح العربي الدوحة